اشتركوا في القناة حلقتنا اليوم عن سيارة كوبي رياضية مميزة شركة لكسس دشنت من فترة سيارتها RC الجديدة بتحديثات منتصف العمر والآن كشفت عن الطراز الرياضي RCF موديل 2020 خلال فعاليات معرض ديترويت الدولي للسيارات الكوبي الرياضية الفاخرة حصلت على تحسينات تصميمية كبيرة بالمقارنة مع RC الأساسية وأبرز هذه التحسينات كانت الأضواء الأمامية طراز الريدي المعاد تصميمها واللي صارت بتندمج مع الأضواء النهارية لتحسين مجال الرؤية للسائق وكمان بتتميز لكسس 2020 RCF بشبك أمامي كبير معدل خصوصا في الجزء السفلي وبدأول الشركة أن هذه التعديلات ستساهم بتحسين الديناميكية الهوائية للسيارة وفي الخلف بنلاحظ أضواء LED الخلفية العريضة اللي بتعطي الكوبيه الرياضية مظهر أكثر شراسة الصانع الياباني ما اكتفى بتحديث الشكل الخارجي لـ RCF وأجرى كمان تحسينات على محرك الـ V8 سعة 5 لترات اللي هيعطي خمسة أحصنة إضافية وعزم دوران أكبر بمقدار 8 نيوتن ميتر وبالتالي هتوصل القوة الإجمالية لـ 472 حصان وعزم الدوران لـ 535 نيوتن ميتر وهذا المحرك القوي هيرتبط مع جير أوتوماتيكي من 8 سرعات اللي هيرسل القوة للعجلات الخلفية وحصل هذا القير على تعديلات كبيرة لتحسين سرعة الاستجابة وحتتتوفر RCF 2020 بصورة قياسية مع نظام launch control كهربائي لإعطاء أفضل تسارع ممكن وبالتالي هتتسارع من 0 إلى 96 كم في الساعة خلال 4.2 ثواني يعني أسرع من الموديل السابق بمقدار 0.2 ثانية وما أفصحت الشركة عن السرعة القصوى لكننا بنتوقع أنه توصل لي 270 كم في الساعة زي الموديل السابق الصانع الياباني تحالف مع شركة مشلين لتطوير مجموعة إطارات خاصة من طراز Pilot Sport 4S واللي هتساهم في تحسين حدة للنطاف وحتتمتع بتماسك أكبر على الأرضية وقدرة تحمل أفضل في السرعات العالية وكمان صار وزن لكسس RCF الجديدة أخف بفارق بسيط عن الموديل السابق لأنه تم استخدام الألمنيوم في بناء العديد من قطعها واجزائها ستوصل لكسس RCF 2020 للأسواق في الربع الثاني من العام الجاري وحتعلن الشركة عن الأسعار خلال الأسبوع القادمة إن شاء الله إيش رأيكم بطراز الرياضي الجديد من لكسس وهل برأيكم هو أفضل من تايوتا السوبرا الجديدة لا تنسوا تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد في عالم السيارات أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بحلقة اليوم ولمزيد من المعلومات زوروا موقعنا سعودياوتو.com.sa ولا تنسوا وضع جوالاتكم على الصامت خلال قيادة لأن الرسال النصية والمكالمات الهاتفية من أكبر المسببات للحوادث فضع جوالك على الصامت وقد بأمان واحترم حق الآخرين على الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا